أهلا وسهلا طلبت وطلبات الصف الأول السنوي إن شاء الله هنحل مع بعض أسئلة اختيار ما متعدد من كتاب الامتحان على الدرس الثاني من الفصل الثاني تابع تركيب الخلايا السؤال الأول من الشكل التخطيطي المقابل الذي يوضح تركيب أربع خلايا مختلفة ما التركيب الذي يمثله سين؟ مدينا هنا يا أولاد أربع خلايا خلايا حيوانية وخلايا نباتية خلايا بكتيرية وخلاية حيوان أولي بيشتركوا مع بعض في تركيب مشترك وهو سين إذن سين موجود في الخلايا الحيوانية وموجود في الخلايا النباتية وموجود في الخلايا البكتيرية وموجود في خلايا حيوان أولي طيب إحنا عارفين اللي بيميز الخلايا النباتية الجدار الخلوي والبلاستيدات الخضراء كانت موجودة في الخلايا النباتية لكن كانتش موجودة في الخلايا الحيوانية طيب اللي بيميز الخلايا الحيوانية إن كان موجود فيها جسم مركزي سنتروسوم لكن ما كانش موجود في الخلايا النباتية والتحالب ومعظم الفطريات يبقى المشترك ما بينهم ايه؟ هو الغشاء الخلوي الإجابة ألف غشاء الخلية ده التركيب المشترك ما بينهم السؤال الثاني أي العضيات التالية أقل لتأثر عند التعرض لأحد مزيبات الدهون؟ طيب إحنا عندنا عضيات بتبقى غشائية وعضيات غير غشائية قلنا الغشائية بتبقى محاطة بغشاء وإحنا عارفين إن الغشاء بيبقى مكوم من الفوسفوليبيدات الفوسفوليبيدات كانت من أحد أنواع الدهون إذن لو تعرضت لمزيبات الدهون هيأثر على الغشاء بتاعها وهيأثر على العضي طيب يبقى إحنا نختار عضي غير غشائي عندنا الميتوكندريا والليسوسوم والبلاستيدات دي عضيات غشائية لكن به الريبوسوم ده عضي غير غشائي هو هيكون أقل تأثر عند التعرض لمزيبات الدهون إبقى الإجابة هي به الريبوسوم السؤال الثالث من العضيات التي لا توجد في التحالب الخضراء لستقيلين إن الخلايا النباتية والتحالب ومعظم الفطريات بيبقى غايب فيها أو مش موجود فيها الجسم المركزي السنتروسوم الإجابة ألف لكن الدكتوسوم اللي هو جسم جولجي والميتوكندريا والريبوسومات موجودة في التحالب الخضراء السؤال الرابع العضي الذي يشارك فيه زيادة عدد الخلايا هو يعني المسؤول عن انكسام الخلية كمين الجسم المركزي السنتروسوم يبقى الإجابة ده للجسم المركزي السؤال الخامس أي مما يلي يقوم بدور هام في انكسام الخلية النباتية طيب إحنا عارفين انكسام الخلية بيتم عن طريق الجسم المركزي في الخلايا الحيوانية مع ده الخلايا العصبية وكان الجسم المركزي السنتروسوم ما كانش موجود في الخلايا النباتية والتحالب ومعظم الفطريات وكان اللي بيقوم بدوره مين جزء من السيتو بلازم يبقى الإجابة به السيتو بلازم السؤال السادس الشكل المقابل يوضح أحد الكائنات الحية وحت الخلية الذي يعيش في مياه البرك والمستنقعات العزبة ويتحرك بواسطة التركيب سين الذي يتكون بمساعدة طيب مدينا هنا مشاولينا على سين ده الصوت أو الأصوات بتكون فيه الخلية وحت الكائنات وحت الخلية مين اللي كان بيعمل أو ليه دور مهم في تكوين الأصوات والأهداب هو الجسم المركزي السنتروسو الإجابيجي السؤال السابع أي الأشكال البيانية التالية يعبر عن العلاقة بين زيادة نشاط الشبكة الإندبلازمية الملساء ونسبة الجلوكوز في خلايا الكبد طيب إحنا عارفين إن الشبكة الإندبلازمية الملساء كان بتتواجد في خلايا الكبد لأنها بتقوم بتحويل الجلوكوز لجليكوجين وتخزينه في الكبد يبقى بيتعمل إيه؟ بتقلل نسبة الجلوكوز وتحوله جليكوجين يبقى إحنا عندنا هنا كلما زاد نشاط الشبكة الإندبلازمية كلما قلت نسبة الجلوكوز عشان بتتحول لجليكوجين يبقى العلاقة هنا إيه؟ عكسية طيب لو كان قلنا العلاقة ما بين زيادة نشاط الشبكة الإندبلازمية الملساء ونسبة الجليكوجين كنا هنقول علاقة طردية لكن نسبة الجلوكوز وهنا عندنا بيتم تحويل الجلوكوز لجليكوجين كلما يبقى النشاط بتاع الشبكة الإندبلازمية أكتر كلما الجلوكوز يتحول أكتر لجليكوجين يبقى هنا العلاقة عكسية ألف السؤال التامن يتم بناء كل من مما يالي بواسطة الشبكة الإندبلازمية معادة طيب إحنا عندنا الشبكة الإندبلازمية كان فيها نوعين شبكة إندبلازمية ملساء وشبكة إندبلازمية خشنة قلنا الشبكة الإندبلازمية الخشنة كانت بتعمل إيه؟ كانت بتساعد في عملية تخليق البروتين وكانت بتدخل تعديلات على بروتين الريبسومات وكانت كمان الشبكة الاندبلازمية الملساء كانت بتعمل على تخليق الليبيدات وتحويل الجلوكوز لجليكوجين وتحويل المواد السامة إلى أقل سمية يبقى هي كانت بتساعد في بناء الجليكوجين عن طريق الشبكة الاندبلازمية الملساء والليبيدات عن طريق برضو الشبكة الاندبلازمية الملساء والبروتينات عن طريق الشبكة الاندبلازمية الخشنة لكن ال-DNA ما كانش ليها دور في تكوينه يبقى الإجابة الصحية دال-DNA السؤال التاسع أي من الوظائف التالية في الخلية لا تتأثر بغياب الشبكة الإندبلازمية يعني الحاجات اللي عندنا دي لو الشبكة الإندبلازمية مش موجودة هتتأثر بها معادة حاجة واحدة طيب ألف بيقول تكوين إفرازات الخلية لا دي لها مدور مهم جدا في إفرازات الخلية ليه؟ لأن احنا عارفين إن الشبكة الإندبلازمية الخشنة بيتساعد في عملية تخليق البروتين اللي بيتم عن طريق الريبسومات اللي عليها وبعد كده بتدخل عليه تعديلات وبعد كده بتبتدي تنقله عبر الحويصلات النقلة لجسم جولجي اللي بيلعب دور مهم في تكوين إفرازات الخلية فلو ما فيه شبكة إندبلازمية مش هيحصل تكوين لإفرازات الخلية به بناء البروتين لنحن لسه قيلين هيتأثر ليه؟ لأن الشبكة الإندبلازمية الخشنة دورها إنها بتخلق البروتين أو هي مكان أو مصنع تخليق البروتين اللي جاي من الريبسومات اللي بدخل عليه تعديلات وبعد كده عشان تنقله إيه؟ لجسم جولجي جيم انتاج الطاقة أو هي ملهاش علاقة هنا بانتاج الطاقة انتاج الطاقة ده ليه علاقة بعضية الميتوكندرية ده التوصيل بين أجزاء الخلية نحن لسه قيلين الشبكة الإندبلازمية دي عبارة عن شبكة نقل داخلي ما بين النقل داخلي اللي بتنقل المواد من جزء الآخر داخل الخلية وبتنقل كمان المواد بين النوايا والسيتبلازم بالإجابة الصح هي جيم انتاج الطاقة ملهاش علاقة السؤال العاشر تتحرك المواد المختلفة فيه مصارات محددة داخل الخلية فأي العضيات التالية يحدد تلك المصارات أهو لسه قيلين مين عبارة عن شبكة نقل داخلية أو بتحدد المصارات هي الشبكة الإندبلازمية الإجابة به طيب السؤال 11 يكسر وجود الشبكة الإندبلازمية الملساء فيه طيب الشبكة الإندبلازمية الملساء كنت بتعمل إيه؟ بتساعد فيه تخليق اللبيدات وبتحول الجولوكوز لجليكوجيم وبتقلل طبيعة المواد السمة اللي تصبح أقل سمية بيكسر توجودها فين؟ بيكسر توجودها فيه خلايا الكبد والعضلات يبقى الإجابة ألف الكبد والعضلات السؤال 12 إدرس المخطط التالي ثم استنتجم مدين عضية X لدورين دور فيه خلايا الكبد ودور فيه الخلايا الغدية طيب في خلايا الكبد بيعمل إيه؟ بيحول الفضلات النيتروجينية تضرق إلى يوريا يعني بيحول مواد بيغير طبيعة مواد كيميائية سمة لتصبح أقل سمية ودور في الخلايا الغدية إنه بيفرز هرمونات استيرويدية كنا فاكرين بفاكرين الهرمونات الاستيرويدية اللي كانت من اللبيدات يبقى مين بقى اللي بيعمل كده؟ احنا عارفين إن الشبكة الاندوبلازمية المالساء ليها دور فيه تخليق اللبيدات اللي من دورها بتكون الهرمونات الاستيرويدية وكمان ليها دور فيه تعديل طبيعة المواد الكيميائية السمة لتصبح أقل سمية عن طريق الكبد يبقى دي اللي هي الشبكة الاندوبلازمية المالساء السؤال 13 باستخدام الشكل المقابل والذي يمثل جزء من الخلية الحية أجب آآ مدينا هنا آآ قادي هنا عندنا نواية وقادي غشاء نووي محيط بيها الشبكة الاندوبلازمية اللي هي لونها أزرق دي مدينا واحد دي الشبكة الاندوبلازمية الخشنة ليه؟ عارفنا منين إن عليها رايب بصوميت عشان كده خشنة ومدينا اتنين دي الشبكة الاندوبلازمية المالساء معليهاش رايب بصوميت السؤال الأول من وظائف الجزء واحد اللي هو الشبكة الاندوبلازمية الخشنة احنا كنا قايلين من وظيفتها ايه؟ اول حاجة تخليق البروتين تعديلات على بروتين الريب بصوميت وبتصنع أغشية جديدة للخلية يبقى الإجابة ألف تخليق البروتين في الخلية به بيقول لإنتاج الطاقة لا دا الميتوكندرية جيم تخليق اللي بدات لا دا الشبكة الاندوبلازمية المالساء انتقال الصفات الوراسية دا خاصة بالنواة طيب السؤال التاني من وظائف الجزء اتنين اللي هي الشبكة الاندوبلازمية المالساء هل تخليق البروتين في الخلية؟ لا لأن دا من وظيف الشبكة الاندوبلازمية الخشنة به إنتاج الطاقة في الخلية؟ لا دا الميتوكندرية جيم تخليق اللي بدات في الخلية؟ ايوة دا من دور الشبكة الاندوبلازمية المالساء دا لانتقال الصفات الوراسية؟ ده بيتم عن طريق النواة يبقى اللي جيفة الصحية جيم تخلوك اللي بيدات السؤال الربعة عشر المصاري الصحيح لإفراز إنزيم الأميلاز البنكرياسي يكون طيب إحنا عارفين إفراز طالما أنه قال لنا كلمة إفراز يبقى إحنا عندنا على طول نفتكر المصاري اللي إحنا شرحناه اللي هو إيه إحنا عندنا طالما أنه فيه غدد إفرازية يبقى على طول نفتكر أنه بيبقى موجود فيها مين موجود فيها الشبكة الإندبلازمية وموجود فيها الجسم جولجي وموجود فيها اللايسوسوم التلات حاجات دول موجودين في الغدد الإفرازية سواء بقى بتفرز هرمونات أو بتفرز إنزيمات طالما أنه إحنا استهلكنا البروتين اللي جاي أصلا من الريبوسوم مش إحنا أول حاجة عندنا الريبوسوم بيطلع لنا بروتين الريبوسوم اللي مرتبط بالشبكة الإندبلازمية بيطلع لنا بروتين بعد كده الشبكة الاندوبلازمية بتعمل ايه بتاخد البروتين ده تبتدي تدخل عليه تعديلات وتنقله في الحويصلة الناقلة لمين لجسم جولجي يبتدي بعد كده جسم جولجي يعمل ايه يبتدي بعد كده جسم جولجي يدخل عليه تعديلات ويصنفه تمام اول ما يصنفه هيبتدي يوزعه على الخلية لمواضع استخدامه او انه يعبيه فين في اللايسوسوم يتجه بقى للغشاء البلازمي ويطرده بره الخلية كمنتجات افرازية تمام يبقى هنا المصاري الصحيح لافراز انزيم الاميليز هنا عايز يفرز الانزيم الاميليز انزيم يعني مكون بورتيني يبقى هيبتدي من اول فين هيبتدي من اول الشبكة الاندبلازمية الشبكة الاندبلازمية بعد كده هتحطه في الحويصلة الناقلة علشان تنقله لجسم جولجي علشان يدخل عليه تعديلات ويفرزه بعد كده طالما انه قال لنا افراز يبقى جسم جولجي ده بعد اما دخل على الانزيم ده التعديلات هيعبيه في الحويصلات الافرازية اللي هي اللايسوسوم وبعد كده يتجه نحو غشاء الخلية حيستطرده الخلية كمنتجات افرازية يبقى الاجابة الصحية جيم شبكة اندبلازمية حويصلات ناقلة جسم جولجي وليسوسومات اذا من السؤال ده يا ولاد نعرف ان الشبكة الاندبلازمية وجسم جولجي وليسوسومات بيقصروا في الخلايا الافرازية تمام كده؟ السؤال 15 اكبر كمية من الريبوسومات توجد في الخلايا التي تنتج؟ اكيد البروتينات لان احنا عندنا الريبوسومات بتنتج البروتينات السؤال 16 اي من الخلايا التالية تحتوي على اكبر قدر من اللايسوسومات؟ للسؤالين اللايسوسوم ده عبارة عن حويصلات افرازية واحنا قلنا ان خلايا الدم البيضة بتستخدم الانزيمات الهاضمة اللي موجودة في اللايسوسومات عشان تهدم وتدمر الميكروبات اللي بتغزو الخلايا تمام؟ يبقى اللايسوسومات دي بتكسر فيه خلايا الدم البيضاء عشان كده ليها وظيفة مناعية يبقى الاجابة جيم خلايا دم البيضاء ونخلي بالنا يا أولاد ان خلايا الدم الحمراء ما فيهاش ليسوسوم ممكن بيجينا في الاسئلة الخلية اللي بينعدم فيها اللايسوسوم هي خلايا الدم الحمراء لكن الخلايا اللي بتكسر فيها اللايسوسوم هي الخلايا المناعية خلايا الدم البيضاء ليه؟ لأن خلايا الدم البيضاء دي ده الخط الدفاعي الاول في الجسم بيعمل ايه؟ بيخلص الجسم من اي غزو مايكروبي السؤال 17 يعتبر مرض تاي ساتشس ديزيز من الأمراض الوراسية النتجة عن حدوث خلل في أحد الكروموسومات الجسدية مسببا غياب الإنزيم الهاضم للدهون المعقدة المكونة لخلايا المخ والحبل الشوكي مما يؤدي لتراكمها وتدمير هذه الخلايا أي من العضيات يكون مسؤول عن هذه الحالة طيب إحنا عارفين الإنزيمات الهاضمة ده موجود فين يا أولاد؟ موجود في الليسوسومات طيب إحنا قالين وظيفة الليسوسومات إيه؟ إنها بتتخلص من الخلايا والعضيات المسنة والمتهلكة إنها بتحتوي على إنزيمات هاضمة وبتهدم المواد الغذائية اللي بيتم بتلحها عن طريق الخلايا وبتحولها لمواد أبسط الخلية تقدر تستفيد منها دي وظيفة تانية للليسوسومات يعني هي بتحتوي من جواها على إنزيمات هاضمة يقيمة بتتخلص من الخلايا والعضيات المسنة يقيمة بتهدم المواد الغذائية لمواد أبسط منها الخلايا بتستفيد منها كمان؟ تمام؟ طيب هنا بقى بيقول غياب الإنزيم الهاضمة طيب من العضي المسؤول عن الحالة دي؟ هل هو الشبكة الإنتبلازمية؟ أكيد لا ولا جهاز جولجي؟ إحنا مفبأ جهاز جولجي بيبتدي إنه هو يكون الليسوسوم اللي بيحتوي على الإنزيمات الهاضمة يبقى العضي المسؤول عن الحالة دي هو نفسه الليسوسوم اللي بيحتوي على الإنزيمات الهاضمة يبقى الإجابة جيه من الليسوسوم قام أحد الطلاب بفحص أربع خلايا سين، صاد، عين، لام تم تتصورها بالميكروسكوب الإلكتروني يبقى إحنا كده بنصور الخلايا من جوة بالميكروسكوب الإلكتروني عشان نشوف عضيات ثم سجل نتائج الفحص في جدول وقامة تمثيل هذه النتائج في الشكل الباني المقابل ادرسوا ثم أجب بديني هنا خلايا سين فيها الليسوسومات عالية ولام الليسوسومات برضو عالية صاد وعين فيهم الميتوكندرية عالية طيب إحنا قلنا أن الليسوسومات وجهاز جولجي والشبكة الإندبلازمية موجودين أكتر في الخلايا اللي هي الإفرازية اللي بتطلع لنا إنزيمات وهيرمونات الميتوكندرية موجود فيه الخلايا بتاعة الطاقة سواء الكبد أو العضلات إحنا كده عرفنا البيان من قبل ما نشوف الأسئلة طيب السؤال الأول الخلية سين ممكن أن تكون طيب سين عندنا هنا الليسوسومات عالية الليسوسومات عالية قلنا موجودة في الخلايا الإفرازية سواء إنزيمات أو هيرمونات طيب واحد خلية من الجلد لأ خلية من الكبد لأ خلية من الكبد دي فيها شبكة إندبلازمية ملساء خلية من العضلات لأ دي بتاعة الميتوكندرية خلية من الأمعاء الدقيقة أيوة ليه بيخرج فيها الإنزيمات يبقى دال خلية من الأمعاء الدقيقة السؤال الثاني خلية صاد ممكن أن تكون نبص على خلية صاد فيها ميتوكندرية عالي طيب يبقى هي إيه خلية من العضلات ليه الميتوكندرية اللي هو بيت طاقة وإحنا عارفين العضلات بتحتاج لطاقة أكتر السؤال الثالث الخلية عين ممكن أن تكون طيب نبص على عين عندنا الميتوكندرية عالية والشبكة الاندوبلازمية المالساء برضو نسبة عالية طيب إحنا عارفين إن الشبكة اندوبلازمية مالساء دي موجودة في خلية الكبد وبرضو الميتوكندرية عندنا موجودة في خلية الكبد يبقى به خلية من الكبد الخلية لام ممكن أن تكون نبص كده مدينا الليسوسومات عالية جدا في اللام طيب ممكن تكون خلية دم حمراء قلنا لأ خلية دم الحمراء ما فيهش ليسوسومات أصلا خلية من العضلات قلنا لأ ده فيها الميتوكندرية وخلية من الجلد لأ يبقى خلية دم بيضاء أيوة فيها ليسوسومات عالية يقول إجابة به خلية دم بيضاء السؤال تسعتاشر المعادلة التالية توضح عملية حيوية تحدث في كل من النبات والحيوان أي مما يلي يدل على حروف المعادلة نبات وحيوان إذن دي مش عملية بناء ضوئي لأنه هو نبات وحيوان طيب نشوف إيه العملية دي سين زائد صاد في وجود عين إدانا لام وساني أكسيد كربون ومية وعين خرج زي ما هو طيب إيه المركب اللي احنا كنا وغدينه بيدخل في التفاعل ويخرج زي ما هو الإنزيمات صح كده يبقى عين ده نعرف إنه هو الإنزيمات مدينا الاختيارات تحت في الجدول نبص على عين الإنزيمات ألف وبه مدينا عين إنه هو إنزيمات تمام جدا يبقى نبص بقى على الاختيار ألف واختيار به هل سين أو وصاد إي تي بي لأ ليه لأن إحنا عندنا معنى كده إن السين أو وصاد إي تي بي إن الإي تي بي تأكسد إحنا ما خدناش حاجة اسمها أكساد الإي تي بي ما فيش حاجة اسمها كده إحنا خدنا إن الجولوكوز هو اللي بيتأكسد ويطلع لنا سينيكسيد كربون ومية وإي تي بي يبقى سين ده جولوكوز وصاد أكسوجين دي عملية أكساد الجولوكوز أو عملية الهاد أو عملية التنفس الخلوي اللي بتحصل فيهن في الميتو كونديريا إن الجولوكوز بيتأكسد عن طريق الأكسوجين في وجود الإنزيمات وبيخرج لنا جزيئات طاقة بتبقى محملة على الإي تي بي عدينوسين سلاسي الفسفات العشرين لكي تتنفس الكائنات الحية هوائيا يجب أن تحتوي خلاياها على طيب عملية التنفس الخلوي أو عملية الأكسادة عشان نحصل منها على طاقة اللي هي الـ ATB يبقى لازم لازم يكون فيه عضي الميتو كونديريا اللي هو بيت الطاقة عشان يحصل فيه عملية التنفس الخلوي اللي هي أكساد الجولوكوز ونحصل منها على طاقة لازمة للـ A للخلية يبقى اللي جابة جيم ميتو كونديريا السؤال 21 الشكل المقابل تشير الأسهم إلى طيب مدينا هنا أولاد قادي ميتو كونديريا والأسهم دي عاملة على الأعراف طيب الأسهم دي بتشير لإيه؟ في حاجة هنا بتخرج من الميتو كونديريا تعالوا نشوف كده ألف بيقول انطلاق غاز الأكسجين من الميتو كونديريا أثناء عملية التنفس الخلوي لا إحنا عندنا الأكسجين ما بيطلعش إحنا عندنا اللي بيطلع هو الـ ATB الأكسجين ده من الجلوكوز بيستخدمه عشان عملية الأكسادة فالأكسجين بيكسر الروابط اللي موجودة في الجلوكوز وتبتدي بعد كده تحصل عملية الهدمة أو الأكسادة ويتكون جزيء الـ ATB جوة الميتو كونديريا بعد كده بيبتدي يخرج جزيء الـ ATB المحمل بالطاقة عشان يوزع الطاقة على بقية أجزاء الخلية به بيقول خروج جزيئات الـ ATB وجزيئات الجلوكوز من الميتو كونديريا أثناء التنفس الخلوي إحنا بيخرج الـ ATB لكن ما بيخرجش الجلوكوز الجلوكوز بيتأكسد جيم خروج جزيئات الجلوكوز من الميتو كونديريا أثناء عملية التنفس الخلوي غلط الجلوكوز ما بيخرجش ده الخروج جزيئات ال-ATB من الميتوكندرية أثناء التنفس الخلوي صح بالإجابة دال جزيئات ال-ATB هي اللي بتخرج من الميتوكندرية عشان توزع الطاقة على بقية أجزاء الخلية السؤال 22 من الأشكال البيانية التالية يمثل العلاقة بين مساحة سطح الداخلي للميتوكندرية اللي هي الأعراف أو الثانيات وكمية جزيئات ال-ATB طيب احنا قلين الميتوكندرية بيبقى الغشاء الداخلي متصل يا ولاد بالثانيات أو الأعراف وكل لما زادت الأعراف دي أو الثانيات بتزيد الفرصة التفاعل بتاع الأجسادة يعني معنا كده أنها هيطلع لنا كمية ATB أكتر يعني الخلية اللي فيها سانيات أكتر في الميتوكندرية بتاعها يبقى كده الطاقة هتبقى أكتر بكتير وكمية ال-ATB اللي هتخرج كتير عشان التفاعل هيتم على سطح أكبر يبقى العلاقة هنا هتكون طردية ما بين الأعراف وال-ATB يبقى الإجابة ألف تلاتة وعشر تساهم الريبسومات الموجودة في السيتوبلازم في كل مما يأتي معدل طيب إحنا عارف ألف بيقول تعويض الأنسجة التلفة لأ معنا في الريبسومات قلنا أنها بتكون البروتين البروتين من وظيفه أنه بيعوض الأنسجة التلفة تكوين العضلات برضو من وظيفة البروتين التخلص من ميكروبات مش من وظيفة البروتين اللي خارج من الريبسومات الموجودة في السيتوبلازم ده من وظيفة الليسوسومات ده لتكوين الغشاء الخلوي وإحنا قلنا أن البروتين اللي خارج من الريبسومات في السيتوبلازم بيستخدم في تكوين الغشاء الخلوي لأن الغشاء الخلوي بيبقى من تكويناته اللي هي البروتينات المطمورة يبقى جيم التخلص من الميكروبات السؤال 24 أي مما يلي يحتوي على الأنزيمات المحللة الأنزيمات المحللة أولاد هي الأنزيمات الهاضمة أو الجسم الحال اللي هو الليسوسومات السؤال 24